متابعي قناة InfoTek4You السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة بتاريخ 12 مايو 2025 تم الاعلان عن تحديث جديد هو مش تحديث هو خبر جديد خاص بمنس AI هذا الخبر انه هو اصبح مجاني لكل المستخدمين وتقدر كل يوم تستخدم 300 كريدتس بيتجدده بشكل يومي ودي احنا جربناها وشرحت من خلال 1000 كريدتس اللي هو عطهولي تقدر ترجع لي الفيديو الموجود على القناة واحطولك في الرابط اسفل الفيديو اختبرنا منس AI ولقنا طبعا جيد فيه الاداء ولكن انا شايفة انه بقى فيه صراع دلوقتي ما بين شركتين او بقى فيه منافسة قوية ما بين شركتين عشان نكون برضو كلمة صراع كلمة كبيرة قوي خلينا فيه كلمة منافسة بين شركة جينس بارك AI ومنس AI الاتنين وكلاء ذكاء اصطناعي طبعا مناس AI يقال انه هو وكيل ذكاء اصطناعي عام انا شايفة لسه جينرال AI يعني نعتبر لسه ما وصلناش لهذا الجزء ولكن عايزة اقول ان مناس AI جيد جدا في الاستخدام لكن حقيقة انا في الاستخدام يمكن برتاح اكتر مع جينس بارك AI انا مش بعمله اي دعاية على فاكرة جينس بارك AI في الخطة المجانية مش بجودة الخطة المدفوعة يعني في الخطة المجانية ممكن ما ينفذكش الامر ممكن بيشتغل على تسكات مش معقدة اوي في الخطة المجانية انت بيقول لك 200 كردتس كل يوم لكن انا بصراحة باستخدمه في عمل داشبوردز باستخدمها بشكل يمكن يعني شبه يومي فانا بعتبر جينس بارك سهل جدا في الاستخدام ايضا في وكالات ذكاء اصطناعي كتير دلوقتي في جينس بارك اخرهم الشيت ايجنت ان شاء الله نتحاول نتناوله في فيديو لوحده على القناة ولكن عايزة اقول لك ان السوبر AI ايجنت في جينس بارك بيعمل بشكل جاي جدا ايضا باقي وكالات ذكاء اصطناعي بشتغلوا بشكل جاي جدا وده اللي خلى مارنس AI اعتقد ان هو يقوم بهذه الخطوة ان هو يديك free daily كردتس 300 كردتس كل يوم يتجددوا بشكل يومي وطبعا الناس اللي اول مرة بتاخد 1000 كردتس والموضوع مش محتاج ويتليست ولا حاجة يعني دلوقتي خلاص تقدر ان انت تأكسس وتاخد 1000 كردتس الاول مرة فحيبع عندك 1300 خلصت الالف كل يوم حينزل لك 300 وحكذا طبعا هو هنا بيعلي شوية على جينسبارك AI انه بيكون لك 200 نقطة بشكل يومي ولكن ده حاجة كويسة تعالوا كده نبص بصة سريعة على مارنس AI هتكون الوجهة شكلها عاملة ازاي بقى بعد موضوع الـ 300 كردتس المجانية دي الوجهة الخاصة بمارنس AI انا هنا فجئت نوعه عطني 2000 نقطة لما كنت يعني اسمي على الويتليست و300 نقطة دي ما عرفش هالكله يعني خد الـ 1000 نقطة ولا لأ ولكن هو بيقول لك ان اللي حيسجل دلوقتي هياخد 1300 والـ 300 دول بيتجددوا بشكل يومي هنا فيه 2Mode فيه الـ Standard والـ Standard Mode بيقدم لك توازن ما بين الـ Quality والـ Speed والسرعة suitable for various everyday tasks مناسب قوي لو انت كل يوم بتعمل تسقاط يومية فهيفيدك بشكل كبير قوي فيه بقى اللي في مرحلة البيتا اللي هو والـ High Effort والـ High Effort Mood عبارة عن Longer Chain of Thought وبالتالي طالما عندي Longer Chain of Thought يبقى في الحالة دي هيبقى الوقت او الـ Time هياخد وقت طويل قوي لحد ما يديني الاجابة فهنا لو انت عايز حاجة سريعة للـ Standard عايز حاجة فيها Chain of Thoughts و Reasoning والPerformance طبعا عايزه More Accurate فالحالة دي هيكون هو الأفضل وهو كده كده في مرحلة البيتا طبعا فيه أمكانية هنا ان انت ترفع Local Files من عندك على الجهاز وممكن كمان من على Google Drive طبعا فيه Use Cases كتيرة جدا ممكن ان انت تستخدم بيها معناس AI هنشوف كده Use Cases مع بعض النهاردة هبتدي ان انا ارفع Excel Sheet وهنا الـ Excel Sheet ده كان استخدام بعض الدول لفيسبوك وإنستجرام والسوشيال بشكل عام هقوله Search About The Usage Of Social Media Percentage For Poth مثلا France And South Korea And Put The Data In The Attached Excel Sheet شوفوا بقا عنده قدرة على هذي النقطة ولا لا لأن انت عندك دلوقتي جنس بارك بالأداء جديدة الSheet Agent ممكن تعمل الموضوع ده Korea انا كتب كوريا غلط كوريا هبتدي ادوس انتر ونشوف هيعملي هنا Enable browser notifications لو عايز هنا ابتدى يستعرض لي الـ Excel Sheet وبيبتدي يدور على الـ Percentage او الـ Percentage الخاصة باستخدام السوشيال ميديا بحيث انه هو المفروض يحط لي الـ Country هنا هيضيف France وهايضيف South Korea ويحط لي الاستخدامات اللي هي الـ Percentage هنا بيقول لي Tips يعني لو انت عايز اتعدلي اي حاجة وافتكرتي حاجة وطول ما هو شغال تقدري تقولي له اعملي كذا ضف لي كذا فدي برضو حاجة من حاجات اللي ايه حبيت ان انا اقول لك عليها وهو طبعا بيديك tips في الاول لان انت في الاول لسه بيستخدمه انا لسه باستخدمه من الاكاونت ده فطبعا ايه هو بيحاول يرشدني شوية انا استخدمت الـ Standard Mode علشان ما ياخدش وقت كبير في الاجابة وحنشوف النتيجة بعد ما يخلص بس التسك انتهى كده حبتدي ان انا ادوس على الشيت الجديد حطيلي فرانس وحطني ساوز كوريا وحطيلي بس يعني هنا حطيلي النسبة فقط الخاصة بالسوشيال هنا هقول له هنا بقول له فور فرانس اند ساوز كوريا دور على الديتا اللي موجودة وحطها في الكولوم الخاصة بال البلاتفورم والتوتال يوزرز والاجرانج هنشوف كده هل حينفذ الكلام ده ولا لا لان انا طلبت منه هنا البرسنتج فحطيلي نسبة استخدامهم يعني 0.757 بيستخدموا السوشيال دي كلها ساوز كوريا 0.947 يعني 75% و94% انا رجعت لكم بعد عملية بحث طويلة جدا 4 من 13 4 من 13 عمال يدور طبعا هو عمال يجيب ديتا من كل مكان انت هنا هتبصي تلاقيه طبعا بيديك المواقع اللي بيروح يجيب منها المعلومات بيدور في حتة حتة كل السورسز اللي جاب منها زي ما احنا شايفين فطبعا الموضوع بياخد وقت كتير جدا وممكن يخلص وممكن يخلص كمان 1300 كلها بصراحة ستن موضوع واخد وقت طويل قوي وانا ابتديت ان انا ازهق من كتر ما هو اخد وقت طويل في انه ويكليكت الديتا موضوع عايز منك ان انت تسيب وبقى خلص شغل وبعدين ترجع له مرة تانية ولكن هو قاعد عمال يدور ويطلع لي الديتا وهنا تقدر تشوف وبيدور في ايه وبيعمل ايه وبيطلع معلومات وهو كان شغال كويس يعني هو لحد شغال كويس بس بتحصل وبيعمل فكس للأرور ويحصل الأرور تاني ويعمل فكس للأرور حبيت برضو ان انا اقول لك الحاجات اللي قابلتها في العملية دي لكل الملفات اللي هتلاقي بيستخدمها في العملية لان انت لو رجعت فوق كده مرة تانية هتبص تلاقي ان هنا كل التاسك اللي هو استخدمها علشان يديك النتيجة النهائية فبيدهي لك انا باعيز اشوفه بصراحة في نيو تاسك يعني انا عايز اشوف نيو تاسك حاجة تانية خاطئ انا عايزة اروح اوقف الكلام ده نيو تاسك ممكن اقول له قم بانشاء بالعربي يعني مثلا عرض تقديمي انا هستخدم هو اصلا يعني في الستاندر وبياخد الوقت ده كله هبتدي هنا دي حاجة بقى بسيطة انا عايزتك تعمل لي عرض تقديمي يشرح النظرية النسبية واضافة ادوات وصور تفعولية وجعل الامر يبدو جذاب مع كتابة نصوص توضحية تفصيلية فهنا بيقول لي حقوم اولا باعداد خطة عمل مفصلة لتنظيم المهام المطلوبة خلاص جزر يا سيدي الانفورميشن والثيري اللي هي عن النظرية النسبية بدا يجمع المعلومات سيب ويجمع المعلومات جمع معلومات تفصيلية من مصادر متعددة حول النظرية النسبية طبعا هو في الجزء اللي فات اعتقد خد وقت كبير عشان ماسك هو ويدور فيها سنابشات حتى لينك دين بيدور فيه بيدور في انستجرام فيسبوك ويطلع لي بقى تحليل يعني بيوضع يدور بشكل ضخيط جدا وبيدقق جدا في عملية البحث يعني فلو انت محتاج معلومات بالشكل ده وتفصيلية لأه وحيجيب لك يعني مصادر موثوقة وحيجيب لك المعلومات ويجمعها لك والفلترها لك والكلام ده كله هنا تم جمع معلومات تفصيلية من مصادر موثوقة حول النظرية النسبية بيبتدي اوبديت طبعا حيديك زي ما قلت لك كل الملفات اللي استخدمها في التاسك ده دخل على بعد كده على مرحلة طبعا انا ممكن هنا ايه اشوفه بيعمل ايه بيبتدي بقى يصمم حيبتدي بعد ما يبتدي يعمل تصميم حيخش على الموضوع بسيط فما خدش وقت كبير هنخش بعد كده على موضوع الكتابة كتابة التكست بشكل معين وانا يهمني ان هو يكون بالعربية بيديني محتوى كويس يعني هو ده برضو مهم جدا للناس اللغة العربية هي الاساس بالنسبة لهم في انتاج المحتوى هنا احنا كل ده على معناس كمبيوتر على فكرة تقدر تدوس كده ويوز معناس كمبيوتر وتبص يعني هنا هدوس على براوزر انا بستخدم البراوزر الخاص بمعناس كمبيوتر هنا انت بتشوفه بقى بصه هو شغال ازاي انت بتشوفه الكمبيوتر بتاعه هو قاعد شغال زي ما احنا شايفين ممكن ارجع مرة تانية لو مش يعني مش حابب اننا بص عليه وهو بيعمل براوزنج حاليا هو فيه اخر مرحلة مرحلة الريبورت وحيبتدي المفروض ان هو يديني البرزنتيشن تقريبا تم الانتهاء خلاص تماما بطيق شوية بطيق شوية بصراحة هنا دي الفايلز اللي هو استخدمها ودي البرزنتيشن بتاعتي طبعا السابق التالي انا قلت له طبعا اديني تفصيل لكل حاجة هل بقى حايديني انيميشنز واللي طلبتوا منه ادوات جديدة لفهم الكون تطبيقات تكنولوجية ابرز التطبيقات خصائص ومفاهيم اساسية لزا ما كان فين بقى الادوات التفاعلية اللي طلبتها فين الصور اللي المفروض تكون مش موجودة يعني زي ما احنا شايفين انا اداء جينسبارك بالنسبالي بصراحة افضل هنا هنا ممكن انا اعمل داونلود حينزل على هيئة .html ده الفورمات بتاعه هفتحه كصفحة ويب كمان امكانية save to google drive لو عايز عملتلك كده مقارنة ما بين وما بين جينسبارك هتلاقي جينسبارك افضل يعني تعالوا كده نشوف مع بعض يعني انا حبه جده ان انا اخد الكلام ده كده وابتدي ان انا اروح به لجينسبارك هروح على جينسبارك super ai agent حط نفس الحاجة اللي انا طلبها هتصلح بس الجزابة دي وحدوس enter انا مش هعمل اي حاجة تانية اروحت للجينسبارك super agent وحطت نفس الامر تعالوا بقى نشوف جينسبارك اللي بيديني متين نقطة في اليوم هيعمل ايه هنا عمالي يستخدم بقى التولز بتاعته لو انت عملت view علشان تشوف التولز دي تقدر طبعا صور جمع لك صور image search دي using tool هنا ايضا في tools بيجمع لك معلومات من على الويب ممكن تبص على طول طول من دول هو لسه عمالي جمع حابة زي ما احنا شايفين ابتدى ان هو ينشئ البرزنتيشن بيوريك سلايد سلايد احنا طبعا مش هنقض لحد كل السلايد اللي حينشئها طبعا لانه هاخد وقت ولكن بص السلايد النظرية نسبيه لأينشتاين في صور معمولة بشكل في تفاعل هيخش بعد كده على السلايد التاني والتالت والرابع تشوف كده السلايد التاني برضو علشان تشوفوه عشان ما ضيعش وقتكم السلايد التاني بصوا يقد ايه في تفاعلكات حيث في انتر اكتف في كل جزء بقف عليه وفي صور وعاديين هو دلوقتي شغال على السلايد التالت وحيخلص الرابع والخامس لانهما في الاخر فانا شايفة بصراحة جنس فارك اي اداء واسرع وافضل بالنسبة لي طبعا ياريتك تقولي رأيك في التعليقات في استخدام الاثنين بعد ما تستخدمهم وتقولي انت شايف من خلال الفيديو البسيط بتاع النهاردة ده انت شايف هل منس اي اي يعني لما فتح تلتميت كريتس كده هل الموضوع كان فعلا يستاهل ولا لأ وايه رأيك في جنس فارك اي 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 تمنى تكونوا استفادتم من فيديو النهاردة على قناة انفو تكفر يو زي بقولك في نهاية كل فيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة